ما معنى اسم وائل؟ يحتوي اسم وائل على عدة معاني منها ما ذكر باللغة العربية لغة واستلاحا وأخرى ذكرها علم النفس والأحلام بالإضافة إلى ذكر هذا الاسم في كتب الشعر والمدح معنى اسم وائل في اللغة العربية لغة اسم مشتق من وألة بمعنى رجع والمؤل هو الملجأ والمرجع والمكان الذي يستقر به الماء استلاحا هو اسم عالم مذكر عربي قديم ويوجد له صفات خاصة منها أن صاحبه إنسان ذو تواصل واجتماعي يشفق عن المحتاجين والفقراء والضعفاء وهو إنسان حازم وواضح في قوله لا يتردد على قول الحق ويبادر بعمل ما يقتنع به ويؤمن به وهو أيضا الراجع إلى الله وطالب النجاة والمبادر والمسرع والشديد والعائد وتعول بعض الكتب إلى أن اسم وائل يعني السلام لأنه يبادر بالسلام ويرمز إلى السلام وهذا هو المعنى الأصح وذكر اسم وائل قديما فمثلا كانت هناك قبيلة تسمى وائل بن قاصط وهي قبيلة عدنانية أشهر فروعها بكر وتغلب ما معنى اسم وائل في الإسلام؟ يعول بعض الناس قبل تسمية مولودهم الجديد على معناه بالإسلام وعلى مدى شروعيته وقد يعودون إلى مفتي أو أي شيخ للتأكد من أسماء التي اختارها لأن كل شخص ينادي باسمه يوم القيامة ومن الناس من يحاولون ربط أسماء أولادهم بديانتهم وعقيدتهم متمنين أن يكون ابنهم كما يقال في الأمثال اسما على مسمى ويأخذ من اسمه نصيب في حياته وعقيدته ومستقبله فقد ذكر أن اسم وائل من الأسماء المشهورة قبل الإسلام وبعده وهو من الأسماء المناسبة شرعا ومن الأمثلة على الصحابة الذين حاملوا نفس الاسم الصحابي الجليل وائل بن حجر الحضرمي ووائل القيل ووائل بن أفلح ووائل بن رؤاب السهمي ما هو اسم وائل في الشعر والمدح؟ ذكرنا سابقا بأن اسم وائل موجود منذ القدم وتم استخدامه كآدات للمدح في الشعر العربي القديم ومن أجمل الأبيات الذي قيلت في هذا الاسم حيث ذكرها الأعشاء قالت سمية من مدحة تغلب مسروق بن وائل عدا لغيبي أشهرا إني لدى خير المقاول الناس حوله قبابة أهل حوائج والمسائل لننتقل إلى علم النفس ما معنى اسم وائل في علم النفس؟ هناك علاقة وثيقة بين الاسم وعلم النفس فبعض الكتب ذكرت أن وائل مرتبط بالشخصية ذات السيمات الغيورة في علاقتها الشخصية ولا تحب الخيانة ولا ترضى إلا بالأفضل وغالبا ما تحصل عليها وذكر أن صاحب الاسم غالبا ما يتطبع بمعاني اسمه كأن يتسم بالاستقامة وحبه للنظام وكرهه للفوضى أما في الأحلام فيرتبط اسم وائل بالأحلام وقد يساعد بعض الشيء في تفسير الحلم عن طريق معناه كالذي يحلم بأنه رأى شخصا اسمه وائل أو أنه شاهد بأن اسمه أصبح وائلا بدلا من اسمه الحقيقي فذلك يدل على اللجوء إلى الله في الكثير من الأوقات ويدل على ارتفاع مكانته بين الناس خلقيا فهو بالنهاية يدل على التوبة والعودة إلى الله مما ذكره نستنتج بأن اسم وائل يمتلك جمالية لا يكتشفها إلا من تعمق وخاض في سحر معاني هذا الاسم ترجمة نانسي قنقر